مرحباً مرحباً أنا فيونة أنا الفينة واليوم سنقوم بعمل تجربة رائعة ما هي التجربة؟ السلايم والسابون السلايم ما معنى السلايم باللغة العربية؟ المادة الرجل هل أنت جاهزة الفين؟ لنقوم بعمل تجربة رائعة ماذا نحتاج؟ نحتاج الماء هل لديك ماء؟ نعم ونحتاج بودرة السلايم هل لديك بودرة السلايم؟ نعم ونحتاج أنبوبة الاختبال هل لديك ماء؟ نعم وأيضا لدينا مادة لامعة ما لون المادة اللامعة لديك؟ أحمد أحمد وأنا لدي اللون الزهري ونحتاج ملون طعام لدي الأذرق ما لون الألوان لديك؟ أسفر وأحمد نعم هيا لنبدأ موسيقى والآن مع فقرة اسألوا العالمة فيونا لقد وصلتنا رسالة جديدة إنها من صديقتي فاطمة صديقتي فاطمة تسألنا عن السلايم أي المادة اللزجة صديقتي فاطمة لكي أخبرك المزيد عن هذه المادة دعيني أقول لك بأنها متواجدة في الطبيعة حيث تنتج كائنات مثل الحلزون هذه المادة اللزجة لكي تستطيع الحركة كما أن البكتيريا تخلق السلايم أي المادة اللزجة حول الأنابيب والمصارف الصحية صديقتي فاطمة دعيني أقول لك معلومة أخرى هل تعلمين بأن أجسامنا تحتوي على السلايم أي المادة اللزجة؟ نعم إنها متواجدة بين مفاصلنا لكي نستطيع الحركة بحرية ولكي لا نؤذي عظامنا وهكذا تعرفتي على المادة اللزجة الغير نيوتينية التي تدعى بالسلايم أعطيني مقص الفيك نعم شكرا وأنتي أخذي المقص الوردي لنقوم لتصدركم حذرة الفيك نعم أحسنتي الآن ضع الضرب جانبا ضعيه جانبا هنا ضعيه هنا وأرجعي المقص في الأدوات أرجعي يا رملاس المقص أحسنتي أي نجوبة الاختبال أخذيها لنفتح الأنجوبة معا ثم نضح القليل نضع هذه القليل من مادة بودرت ألالسلايم ودعها داعنا كونها تمتلك في المادين اضع الماء ناعديني خذي الماء نعم سوف نأخذ قليلة من الماء ونضعه داخل الكمبوبة هذا يشكل الفيض حسنا أحينا السقر ثم نغربها بإحجان وكي لا تفتحنا هنا الآن نحرك ونظر أنها تفضل فتلاني ما تلفز جا هل أنت تفضل؟ سأضع فتلاني من اللغة الأرياض خسر ميكسي وثلاثين أيضا تفضل سوف نخلص سوف نخلص أخلصي أخلاص أخلحها لن mir is the white انا بحق الأسفر لن أشيل أشيل أخلاص هنا هو شيف اللغة هذا عجبتك تجربة ألفين قولي لهم إلى اللقاء إلى اللقاء سنراكم في تجربة أخرى قولي لهم تابعونا تابعونا أصدقائي تابعوني على منصات التواصل الاجتماعي